اشتركوا في القناة اكسل ايش يعني هذو الحكي على سبيل المثال عند هاي البيانات المعروضة قدامكم وهاي البيانات انا بشطل عليها يوميا فكل مرة راح تاجي لتنسيقها فراح ياخذ مني جهد كبير ووقت كثير فمن خلال اكسل ماكرو بضغط الزر وحدة بنسقها لنفس التنسيق اللي انتوا شايفينه قدامكم او اي تنسيق انا بكون حافظوا عندي على برنامج الاكسل ماكرو وبهيك اكسل ماكرو راح يريحني من كثير شغلات اول شي راح يريحني من تكرار المهام المتكررة بيوفر علي وقت بيقلل الاخطاء وبيزيد الانتاج هي نيجي ندخل في الشرع على طول نيجي بنفتح ملف اكسل زي ما انتوا شايفين هاي الداتا اللي راح نشطل عليها اول شي راح نظهر اداة الماكرو لانه مش موجودة في القوامل اللي عنا هون بنيجي على اي مكان في هذا هون بنضغط تريد كليك بعدين في القائم اليمين بنيجي على كلمة ديفلوبر بنحط صح في المربع او سلكت بعدين بنضغط اوكي بنرجع بعدين بنضغط كمان مرة على ديفلوبر زي ما انت شايفين قائمة الماكرو ظهرت عننا في عندي هون خيارين لتسجيل الماكرو اول شي في عندي ريكورد ماكرو لو ضغطنا عليها بتظهر هاي الشاشة والخيار الثاني في الايقونة اللي في اسفل الشاشة في الزاوية لو ضغطنا عليها نفس العملية بتظهر نفس القائمة الان بطلب مني الماكرو نيم رح اغير الاسم للي بدنا اياه ورب داتا بعدين في عندي رح اختار حرف الجي طبعا تقدر تختار الشورت كات اللي بدك اياه لكن لك تنتبه انه مايا رح يتعارض مع الشورت كات على المايكروسوفت اكسل بعد هيك في عندي الستور ماكرو ان في عندي هون ثلاث خيارات اول خيار البرسونل ماكرو ووركبوك طبعا هون لو انشأنا ماكرو فرح يتم حفظ تسجيلات الماكرو في كل ملفات الاكسل في عندي خيار النيو ووركبوك هذا الخيار في حال انشأنا ماكرو وبعدين حذفنا ملف الاكسل لقدام رح تنحذف كل اعدادات الماكرو بعدين في عندي انا رح اشتغل حاليا على بعدين في عندي رح تركها فاضي ما رح اسجل اي شيء او ما رح اكتب اي شيء بعدين بنضغط اوكي طبعا هاي رسالة الخطأ ظهرت لانه في عندي مشكلة في الماكرو نيم زي ما تشافين في عندي هون طبعا لازم تكون كلمة واحدة او يكون فيه اندر سكور فبنضغط اوكي بنيجي بنعدل بنحط اندر سكور بعدين بنضغط اوكي وبهيك بدأت عملية الريكوردنج انا بنيجي بنعمل شوية تنسيقات في البيانات اللي عنا حتى نعمل جدول اول شي رح اعمل اول شي بيجي على رقم واحد بضغط ناجم نكتب مثلا بعديها بعدها بعد هيك بنيجي بناخد اول صف من الاسماء بنضلل من اثنين لثمانية اللي هي الاسماء بنيجي على بعدها بنيجي بنضغط على نضغط طبعا بدي يكون فيه بين الكلمات فرح نضغط على خيار زي ما تشايفين بعدها بنضغط بعدها زي ما تشايفين فصلنا اياهم وعملنا سبيس بين الاعمدة بنجينا نعمل شوية تنسيقات بنيجي بنضلل الجدول بنيجي على هوم بنعمل توسيط هني بنيجي على الهيدر نحط مثلا نختار نعمل شوية الوان بعد هيك في عنا مثلا السلري بدي مثلا يعمل هايلايت على الارقام اللي من فوق الخمسمية بنيجي بنتأكد ان احنا موجودين على هوم بعدك بنيجي على الكونديشنال فورماتنج بعدين على هايلايت زيلز بعدية على غريتر ذان بنيجي بنختار ومنكتب خمسمية بنضغط اوكي زي ما انتو شايفين الان اذا شفنا انه التنسيقات اللي بدنا اياها اكتملت بنيجي الان بنضغط على بنيجي بنضغط على سوب ريكوردنج او بنضغط على المربع اللي تحت برضو بنوقف التسجيل هيك تمت عملية الريكوردنج الان نيجي نجرب الماكرو على شيء تاني زي ما انتو شايفين نيجي على الماكروز نتأكد انه الورك داتا موجودة عنا هون بعدها بنضغط على رن زي ما انتو شايفين الان نيجي نجرب الشورت كات كي نيجي على نفتح شيء الثالث هاي الداتا موجودة نضغط على كونترول بحرف الج اللي اخترنا لما انشأنا الماكروز نفس العملية زي ما انتو شايفين الان نيجي نحفظ الملف نيجي واشي نضغط على فايل نيجي على نيجي بنختار مكان الحفظ انا رح اختار الديسكتوب نيجي نختار الفايل نيم رح اختار داتا او اكتب داتا لو ضغطنا رح تظهر معانا هاي رسالة طبعا هاي رسالة انه في حال حفظنا الملف بهاي الطريقة ما رح يتم حفظ الماكرو اي ركوردينج نيجي بنضغط على نو بعدين بنيجي على save as type بنيجي بنختار excel macro enabled workbook بعدين بنضغط على save وهيك تم حفظ الماكرو الان مثلا بدي استخدم الماكرو بس بدون ما اجي على الديفلوبر بعدين على الماكروز او استخدم الشورت كات كي في عندي خيار ثالث باجي على شيط ثاني بعدين نتكد انه احنا على الديفلوبر بعدين على insert بنيجي بنضغط على خيار البطن باجي بضغط في اي مكان بختار الماكرو نيم اللي احنا انشأنا قبل بعدين بنضغط اوكي زي ما شوفين هذا زر للماكروز لو ضغطنا عليه نفس العملية ظهرت عنا تسجيلات الماكروز الان مثلا بدنا نغير اسم الزر نيجي بنضغط right click بعدين على edit text نكتب مثلا data formatting نكبر مكان البطن نيجي على home bolt نكبر الخط الان مثلا بدنا نستخدم نفس الزر في مكان ثاني نضغط right click copy نيجي نفتح ملف جديد مثلا عندي هذا الشيط باجي مثلا بضغط right click best ظهر عندي نفس الزر لو ضغطنا عليه برضو نفس التنسيق اجي معنا هون الان مثلا بدهاجي اغير في الماكرو بده اغير مثلا الفيس نيم واللاست نيم باجي بضغط على developer بعدها على الماكروز بعدها منيجي على edit منيجي مثلا last name ما بدخلي last name بدخليها مثلا family name بعدها منضغط على save نسكر الصفحة امنيجي على sheet الثاني نضغط على control حرف الج زي ما شايفين تغيرت ل family name الآن مثلا في عندي بدي اضيف data زيادة ونشوف كيف رح يطلع معنا تنسيق الماكرو ماكرو لو جينا استخدمنا الماكرو هون نشوف ايش رح يصير معنا نضغط control حرف جي زي ما شايفين اللي اضفنا ما تنسق معنا فياش بنيجي بنيجي بنضغط على الماكرو كمان مرة بنضغط على edit زي ما شايفين عند range من A2 ل A8 نفس الاعدادات اللي نستقناها اول مرة فياش نيجي نعمل مثلا نخلي A100 طبعا بهاي الطريقة لو عندنا data مثلا لغاية 100 سطر وضغط على الماكرو بتتعدل معنا بكل بساطة طبعا بنقدر نزيد لغاية 200 300 حسب ال data الموجودة عندنا بعد منزل لتحت مثلا عندنا هون من A1 لC8 بنغير مثلا لC100 نزل كمان لتحت من A1 لC1 بنخليها زي ما هي اللي هي هاي الهذر اللي عندنا ننزل كمان عنده هون برضو range من C2 لC8 برضو بنحط لغاية C100 اللي هي اعدادات السلري اللي هي الهاي لايت بعدها بنضغط على حفظ نسكر الصفحة يجي مثلا هاد الشيط الفاضي الاهل لو جينا ضفنا data جديدة زي ما تشايفين الديات كلها نسقت معنا وبهيك وصلنا لنهاية شرح الدرس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته